هل احتفل أبو بكر هل احتفل عمر هل احتفل عثمان هل احتفل علي هل احتفلت عائشة وحفصة وزينب هل احتفل أبو حنيفة هل احتفل الشافعي ومالك هل احتفل أحمد لم يحتفلوا ولا يوجد وأقولها بتحد لا يوجد حرف واحد مأثور عن سلف هذه الامة انهم قد احتفلوا بهذه المناسبة المبتدعة متى ظهرت ظهرت في القرن الثالث في زمن الدولة الفاطمية الخبيثة الدولة العبيدية الخبيثة التي ترجع الى عبيد الله ابن ميمون ابن ديصان هذا الخبيث الذي كان يهوديا ربيبا عند مجوسي فماذا تنتظرون من رجل اسس دولة هو يهودي وابوه يهودي وهو كان ربيبا اي تربى في بيت زوج امه وكان مجوسيا هذا الاناء النتن بماذا ينضح اينضح بالخير لا والذي رفع السماء بغير عمد فلذلك عندما جاءوا الى مصر هذا البلد العريق الشامخ قلعة الاسلام وتوطنوا هناك في الدولة العبيدية نسبة الى الفاطمية زورا وبهتانا وفاطمة بريئة من هؤلاء الاخباث براءة الذئب من دم ابن يعقوب فعندما وجدوا النصارى يحتفلون بعيد المسيح فابتدعوا هذه البدع على قرار ما كانوا يحتفلون وتوارثها الناس سلخلفا عن سلف الى يومنا هذا هذه بدعة منكرة لان تحديدها مختلف فيه وربي تبارك وتعالى قد فصل لنا الآيات وبينها في كتابه الكريم ليس هناك اجماع عباد الله بين المؤمنين بين العلماء على تحديد يوم مولده اختلفوا الى اكثر من عشرة اقوال كما ذكرها ابن كثير وغيره قيل في الثاني من ربيع الاول قيل في الرابع من ربيع الاول قيل في الثامن من ربيع الاول قيل في الثاني عشر من ربيع الاول قيل في رمضان هل يجعل ربنا مناسبة ويرتب عليها عبادة وتقربا اليه ويجعلها مختلفة بين عباده انا اختلف في تحديد يوم عاشراء الذي رتب الله عليه فضل صيامه انا اختلف في تحديد يوم عرفة انا اختلف في تحديد العشر الاواخر من رمضان انا اختلف في تحديد العشر الاوائل من ذي الحجة فهذا مما يبين بطلان هذه المناسبة المحدثة